السلام عليكم أصدقائي أهلا وسهلا فيكم بالحلقة رقم 12 من مرة تلاعب أصعب حلقة بسلسلة لحد الآن السبب هو أنه ضل عنا جولتين بدوري الأبطال مع ليبزك واحدة منهم مع نابولين متصدر واحدة منهم مع بين فيكا اللي قدامنا بنقطة ولازم نتأهل وتأهل إذا بتقدر تتأهل في موضوع تاني بيني وبينكم ما عارف كيف يفتح وصراحة أنا استنفدت كل الطرق لإلكم مشتركوا بالقناة فراح لكم مشتركوا ببساطة لنشوف قديش أنا ممكن أثر عليكم بهذا الشكل وبدنا نوصلها 25 ألف لايك كالعادية سادة فلننطلب طبعا الحلقة الماضية تركناها بتالي الهدفين كنت بعد هاريكين وبالنسبة لدوري الأبطال أنا تالت الهدفين تخيل ولسا عدنا بدور المجموعات وعننا مبارتين اليوم رح نعمل تدريبات جديدة صديقنا أحمد العاملي من السعودية كتب لي تعليق بالحلقة الماضية فعلا صحيح هذا التعليق أنه أنت عم تعمل حصص تدريبية عم تجيب لك نقاط وتفرد بالمختصر أم أعمل تدريبات بتجيب لي نقاط ولكن ولا تدريب من التدريبات اللي أنا جايبها في أنه نقاط المبدع فإذا بدك نقاط المبدع أعمل تمرين جديد فعندك تمرين الكرات الثابتة بالليب بيعطيك نقاط مبدع بغض النظر على أنه رح ننفذ ما رح ننفذ الكرات ثابتة بالمباريات بدنا نحاول نجيب بكل حصة تدريبية 115 نقطة للمبدع لحتى نرجع الميزات اللي بالبلايار ستاعد والله يا سلساء وضعك صعب شوف الركل الحرة 61 عنده قوة التزديد والتقويس كما سيين فقط قوة التزديد الشغلة الوحيدة الجيدة هل بيحطها بالرغم من كل شي والله قريبة قلينا نشوف الثالثة أيوا بالتسعين منجيبها منجيبها السامبا بدكت أيوا أضرب أضرب و 5600 نقطة موجودة طبعا على طريقة مو صلاح المحاولة الأخيرة ممكن إذا سجلناها نجيب النقاط رح حاول حطها بزاوية الحارس ممكن أسهل شكلها من هون سامبا حلوين بي المحاولة الثانية كانت أزوأ من الأولى مع الأسف رح نرجع ونحاول ربما تزبط عمين فوقها يتصد بدون النقاط هل تضرب براسه السامبا أهههههه بالتسعين أخيرة هل بتجيبنا نقاط والله حطها حلوة والله حلوة بس جيبنا سي وصراحة ما قادرنا رح نروح على الحصة الثانية ورح حط من الأديمات بما أنه جبنا هذا التدريب سي لحد ما نجيبه اي رح نحاول فيه بالمباريات القادمة ونحنا كان بدنا نقاط مبدع لتمرين واحد وحاليا منعمل محاكاة تمرين سي وتمرين ايهه وما بيأثر هو إن شاء الله بس منحاول نجيب نقاط مبدع فمتر مشاهدين لدينا مباراة بالدوري مهمة جداً نحن خلف الدورتموند اللي ما عم يواقف أبداً بعد 10 جولات بـ 28 عمنا مباراة ضد فريق سهل جداً يمكن المركز الأخير مركز ما قبل الأخير فمتر مشاهدين بالنسبة للعقد والتجديد مع ليبزك ضلوا لي 6 أهداف من داخل مطال الجزاء فعقد ليبزك مضمون إن شاء الله وما ينشي سريوناتو بدهم تسديدات على المرمة 48% فإن شاء الله كمان بيكون عرض جاهز هل من نوادي جديد البارسة مازال موجود كمان بدهم تسديدات على المرمى 59% فبحال خروجنا من الأبطال مشاكل بليبزيك كذا يعني في عندي جاهز إن شاء الله ومنها منشستر الأقرب فيرنير سيلسا وبوم على اليمين وقوماريش عم يلعب محور ياريت لو كان على اليسار صالح العاب كان بيشتغل أكتر ما علين هيا بنا بفننطلة أمامي قوماريش الأولى هل منكسر لرقم هاريكين المتصدر للهدافين يا سيلساو وفرنير 1-0 صناعة أولى من السامبا فريق سهل إن شاء الله المركز ما قبل أخير هدفي بهاي المباراة أن نسجل أكبر عدد من الأهداف لحتى أكون متصدر للهدافين أولا ونلاحق بروسيا دورتموند بثلاث نقاط مهمة جدا ومعنويات لدور الأبطال أيضا حطها حلوة هذا الفرنير الآن كرة أمامية فرنير يا فرنير يا فرنير شو سويت يا فرنير في لقطة الماضية كادوا أن يسجلوا في مرمانة استلام جميل من هذا الرقم 10 قوة بدنية تمامية لسلساو وسط الميدان عادل يستلم أي 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 لقطة ممتعة متعت عين المشاهدين وفرنير حضرها والسامبا بدنا هدف ترجع للوحة لصدارة الهدافين يا سلساو ممكن طلقة من طلقاتك وضربة من ضرباتك بطعيفة يا إلهي آه كيف أنقذها بالبوكس مستحيل كرة رايحة يا ولد يا حارس والله حلو التصدق مرور من الأول تقدم ربما هجمة مرادونية وهدف عالمي السامبا ما زال يحاول بالمهارة الكرة ما زالت خطيرة وكرة عالمي الهدف وجميل قنبلة من بعيد مباراة للصراط لريفزيك ليس كل يوم سنلعب ضد مركز أخير جاينا نوبولي وجاينا بين فيكا بس ضربة ولا أي ضربة صارت تزديداتي رهيبة بعد ما حطينا البلاير ستايز للتزديد يعني ثان هدف ثاني ومنجيب صدارة الهدافين إن شاء الله وصل خطيرة لمولر والتمرير لا يا دفاع ده مركز مقبل أخير ديروا بالكم من مفاجأ ورجع 2-1 ديس كوباديل فيرر السامب يحاول حوله منطقة الجزاء Seriously ده مقبل في اليسار ربما هدف به لواني يا سالا بابابابابابابابابابابابا هذا كاستيو جونيور شهاد المنباس هذا الحل نعم إذن 2-1 نتيجة لدينا مراضي عنها أبدا بس من المشي لهم ثلاث نقاط مهمة مهامتين من ثلاثة ورجل المباراة كالعاد بروسيا دورتموند فاز مباراته أيضاً مثل ما شايفين والفرق ما زال أربع نقاط نعمل حقاً عملت له محاكة بالغلط أنا أسف يا جماعة المباراة القادمة منرجع منلعب هذا التمرين نجيبه أي جانا خصارة سلسلة المطاعم الشاورما بألمانيا فشلت يا جماعة كانوا عام يضربوا علينا جماعة السوريين في ألمانيا المشكلة بالتسوق اشترينا كل شي اخي فتحوا لنا شي جديد لنجيب نقاطي اخي مضل شي حالياً أنا هداف الدوري بالتساوي مع هاريكين وبهاي المباراة إن شاء الله إذا سجلنا ضد بخم ممكن صير الهداف وطبعاً بعدها مباشرة مباراة نابولي بدوري الأبطال مباراة الحاسم المنتظرة فيرنير مرة أخرى ثنائية فننطلق على أرض بخم أيوة أجواء اللي بحبها لما يكون في تلج أنا بلعب برواء بلعب بمتعة وبسجل دائماً هيا بنا هلوه قطعت للأمامي لفيرنير السامبا أخذ له مكان باللعبين رح يمر رح يمر أجواء المفضلة بالتلج السامبا واحد على واحد مر وكرة يا الله الحظ يا الله شوف شوف بم هذا هذا الحرام هذا هذا حرام الأهداف بم سرقني بم وسجل ولكن ما علينا كله في دلقميص بخوم خطير بذكريات حلقة إعادة بناء بلاعبين زايد 30 سنة مع كريسيان وميسي كادوا أن يسجلوا في مرموانا رئيس عالي من فيرنير والثالثة وسطوف سطوف 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 خطف خطفات أوف سايد وما فيا أوف سايد ما فيا أوف سايد هدف عالمي المرور عالمي والتقدم عالمي بالإنهاء على شوف 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 دخلوا لقد اختيت من التحديد منها يا لذا أفضل البحث يريد النهاية هذه مهارة سامبا سحر روناديني على طريق روناديني يسجل في شيء من الاسه ل 생هل لا يا خي بعرف الكثير منكم ممكن ما استوعب وشو اللي صار هون هاي المهارة تعال اطلع من هون فرجيهم المهارة خليوا يستمتعوا فيها هاي وحدة الحارس شوف 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 دخلوا ببعض ياه وهون الانهاء أجمل أيضا أدالة دفاعيا مو كل هالشي ما بيطمن بس ان شاء الله مننفجر ضد نابولي بروسيا دورتموند فاز مرة أخرى راح ضل لأحقهم لآخر جولة ايمت جولتنا معكم ما بعرف بس ياوهي لكم طبعا بالهدفين خلص مفردت بالصدارة التسعة وهاري كيمبادي وبسرعة الألعاب تاني صارها الألعاب دائما مسيطر انا بالانجليزي بالدورة الانجليزية كنت مع براكتون هيك وحاليا بالألماني حاليا نابولي يا السلام بس تخيل بين فيك راح يفوز على سيلتك والمباراة الأخيرة بيننا وبين فيك اللي بيفوز بتاهل تخيل قديش مباراة راح تكون صعبة وكل اللاعب عمي يقول لي هل أنت مستعد لأعياد الميلاد لا يا أخي لا يا أخي ما أنا مستعدة يا أخي أنا وين وانت وين نروح على التدريب ونحاول نلعب هاي الحصة اللي جبناها سي بدي بدي بنقاط مبدع بدي تطور أيوا أضرب قاد واحده منهم ضرب جزع فممكن هيصيب الأخ الآخر الفنيش يا إن ممكن جيب إياه ممكن Was ya zeros وينfully و Lenya بIt راح روح مع البي وبعدها منرجع منركز فيها حاليا أنا ما شغل وبعد معركة نابولي منركز مع هدا التدريب خلينا نروح حاليا إذا آي 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 علا ارضا وبين جماهين أوبين درجة إذاً أوبيندا رجع ولكن فرنر رح يكون بديل ما رح غير مركز الالكام متل ما شفتوا لأنه بتنزل ثقة المدرب بس ما علينا بهاي التشكيلة مع أوبيندا رح نعمل شغل كبير جداً أمام نابولي عودته كانت بتوقيت ممتاز أمام نابولي لبزك سيكون يا سلام سيمن حطها ليمين لكوارات سيخيليا خطيرة جداً أمام المرمى عاد ووو يا ستاء ضغط عالي من نابولي وليبزك يدافع لأرضه بين جمايره يا سيمن أقوياء 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 moly Gi کا يا السلام على الدفاع كاستيو شوف الحصار رح يخطفوها اللي يستر كاستيو جونيور آآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآ يا كاستيو خطفوها moly tanoo moly tanoo sex حدث ما كنت أخاف منه يا سيمن شوف الدفاع أنت شوف شوف التخاذل من هذا اشتركوا في القناة 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 سأذهب لحسن الصدارة مع دورتموند سامر سلساوي واحد على واحد أيوه يا ولد سأتحرك للحارسين فكرني أنا أضعه يا عزاويتو المباراة إذن ثلاثة واحد هاتريك من السلساوي أمام شالكا تعالوا يا دورتموند تعالوا لفرجيكم شو يعني غضب بالليب زيك دورتموند فاز على فيردر بريمن وحاليا رح تكون أول خسارة لدورتموند على إيدنا الترتيب صار سبعة وتلاتين ثلاثة وتلاتين إذا فزنا حاليا بيصير الفرق نقطة المباراة على أرضهم لا تنسوا على أرض دورتموند صعبة طيب هل من ميزة جديدة؟ والله ضللنا تقريبا سبعمائة نقطة ومنفتح البلاير ستاير رقم ستة بيضللنا واحد بس ومنفتح سبعة شوف 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 الترتيب شوف دورتموند وبعدها بنفيكا صعبة جدا حاليا ما أنا فاضي للضربات الحرة خلاص نأخذ المبدع الموجودين بكافونا هل فتحوا النقاط؟ لسه 500 نقطة طبعا ترتيب الهدافين قبل مباراة دورتموند 12 سلساء و10 هاري كان اللي رح يضل يسجل للنهاية أعطيني دورتموند أعطيني تشكيلتهم لا نستطيع مع أوبيند رح نلعب روز حربة بوم على اليمين وما رأيش خلفنا التشكيلة جيدة مع أرنولد الأساسي فنلنطلق ايوه صعبة مع المتصدر أصعب مباراة بالمانية رح تكون ضد دورتموند هذا شلوتر بيرغ عاد ييمي موجود هذه تشكيلة دورتموند هالير الميتشا بيليغريني سابتزر عاد ييمي وكذلك من الميتشا بيليغريني وكذلك من الميتشا بيليغريني تشكيلة جيدة ايوه صعبة مع أرد وخطير الميتشا بيليغريني ودفاع وكرة هراب لا يا حكا لا أحمر يا أخي قول لماذا أحمر ما الذي يصبح يا أديمي الحمد لله أنه خلصت سلسلة مدمانة مدربة ألا رح روح وحطك بالسجن يا أخي شو هذا الامامية لليبزيك سيرساوي حاول الهروب أوبندا يومجنون أوبندا بالرأس للحاقي بصدارة دورتموند يجب أن نحرق هذا الكوبيل أمام المرمى صعبين صعبين إن شاءالها كوبيل هال من ثلاث مقاط نقترب فيها أكثر يا ليبزيك يا أرنولد تمريرة جميلة وكورا والسامبا وكورا حلوة تمريرة أرنولد وحلوة تمريرة أبندا وكورا وحماس كبير تحت ضغط حطه في الشبانك تستحق صدارة يا كبير هدف حماسي جدا تلطعش هدف مقاطعغة و عطم رقم قياسي ف من المساندة عن طرف وج coordinated لو نزلت أدامي كانت الهدف أعلى نعم إذن انتصرنا على المتصدر قبل معركة بنفيكا شيء معنى وكبير وبإذن الله رح نتقعها للدور الثاني من دور الأبطال لأول مرة بفارق نقطة عن دورتمونت ومتساويين بالأهداف اللي إلنا ولي إلينا 19-19 طبعاً كملنا كل شيء بده يا لبزك حتى بنقدر نطلب راتب أعلى يعني ومحققين حتى شروط الراتب الأعلى طبعاً ما رح طلب حالياً ولكن خلص صدحنا بأمان إذا قررنا نضل مع لبزك بعدين وبالنسبة لوانشستر يعني لحد الآن لا لسه هوفنهايم ما حققنا كمان آستون فيا ما حققنا مين عندك البارسا لسه بدك تزديدات على المرمى 300 نقطة يا أخي عطونا حصة تدريبية لنشوفها هل من جيب 300 نقطة بالحصة هاي لحتى ناخذ الفئة السادسة من البلاير ستايل ما بعرف لسه 150 نقطة بس مباراة أن نكون أو لا نكون المدرب سيلعب بفيرناير على أرض بنفيكا جاحيم البورتوغيس البنفيكا صعب 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 لأنه بنفيكا يعني كمان بدو يتأهل هو بكفيته عادل وعلى أرضه بين جماهيره فيا ستار يا مانا الأخطار بيشبه هويلندا دا شوية يلا واحد من بوم بوم لي سيرساو بوم ما زال لمسات ومحاولات وتقدمات الله 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 عليك يا بوم اللي بتفهمني اللي بتفهمني لا اللعبة صح صح هي وفيرناير روح يا فيرناير لازالت سيمة كان واحدة مع قوماريش لمسة وكرة وفيرناير وفيرناير جبت العيد مرتين صار كرات خطيرة جدا وبراص علعب بانكورد شو اللي صار له ما بعرف اخر فترة ما عاموا حلب بانكورد خطيرة جدا لبنفيكا آآآآآآآآآآآآآ آآآآآ! هل من أفسايد هل من أوفسايد لا بنفيكا لازل بنهدفين لازم من هدفين بنفيكا قطع نصف الطريق لتأهل الدول الثاني شوف الكرة حارسنا يا حارسنا يا ديمترو بيتش ماذا فعلت بنا يا حارسنا شوف الدفاع ولكن ديمترو بيتش هذه المرة تصدق واحد صفر عداء جدا سيئ الكرة ما عم توصل لينا واحدة للأمام السام باستلم شوف الحصار ولكن الليبزك الان خطير الان خطير فرر حطها في اليسار باريسي 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 او يا فريسي عادة خطيرة وكرة كسر التسلون لكن لم يستطيع كسر حاجز الحارس عشر دقائق نحتاج هدفين وبين فيكا يمر بين فيكا يعبر وديمترو بيت اوه فيه اصابة فيه اصابة فيه اصابة زي سرساو نزل على الارض شكلها الاصابة خطيرة ان شاء الله اوه شد عضل يا سام با ان شاء الله ما تكون تمزق اربطة يا تبديل عم يطلب تبديل يا شباب لك ما تمرر يا غبي يا امنون لا الاصابة الاصابة ما بعرف اخر لحظة ما عمل تبديل بس اللاعب طلب تبديل خلينا نشوف حاليا شو اللي رح يصير الاصابة مستمرة يا شباب في لاعب منصاب عم يبطي هون يا شباب شوف اللحظة اللي طلب طويلة وداعن دور الابطال وداعن التأهل بين فيك استحقوها سام با وين رجلك لابت وجاعك عسار هاالأجواء حزينة بس السامبا مصاب يا شباب اهتموا فيني شميه يبدو انه اللي صابة ان شاء الله تمام يعني للكادر الطبي اللي انه بتده ترجع للمبارتة القادمة بيدك شوية ارتياح وان حصاياته بهذا الموسم بعد 22 مباراة 22 هدف و 4 أسيست يا مجنون مرة اخرى مرشح للاعب الشهر مع المعنويات السيئة بالنسبة لدور الأبطال وكل اللعب عميل لي انه امورك بلابسك تمام بالنسبة للعقد لكنني أريد فريق أخذني فوراً اوه الستي تدخل على الخط يجب 43 هدف في الموسم وقادرين ويجب هدف مسجلي من خارج منطقة الجزاء 15 طوّل بالك يا غوارديول ارحمني بسؤال هلأ لما تغير الفريق المستهدف فقط للتجريب هل يمكننا أن ننتقل بنصف الموسم ولا ما زال لقليتش موجود مثلاً عندك مثل زيبرا محققين نحن الشروط لا صراحة ما في انتقال حالياً الانتقال بيكون بنهاية الموسم فقط وما أنه يعني لاق writer أنا حقي انتقل هلا بين الذهاب والأيابة فعمل لك وصول لعب جديد للنادي طالما عم يوصل لعبين الجدد على النادي ليش نحن ما بنانتقلي يا赤ي شو هل رجلتش هذا المغريب أوه باكيتا كويتا باكيتا وصلنا هنا وباكيتا وعندك كمان قوماريش ولا نہ لباعه ولا موجود بالنسبة للشخصية فتحت الز sides فابت المشايفين ما زلنا ما زلنا ما يليل للنابض ولا المتفرد لازم نوصل المبدع للخمسة عشرين أقل شيء لحتى تفتح الميزات صراحة التمريرات عندي سيئة راح طيف التمرير الحاسم ربما يعمل لي شغل صار عنا تمرير حاسم تزديد بارعة كرة مستحيلة وبراعة وعندك تزديد ساقطة وسرعة فائق الميزة الأخيرة بدك عشرين ألف نقطة لحتى تفتحها بالنسبة للاستثمار وأخيرا ربحنا بالمطاعم غيرنا الشهور وفتحنا فلافل الحمد للهم اكتبوا لي أعرائكم أكيد راح كملوا الموسم مع ليبزيك بعد ما ينتهى الموسم ممكن بالحلقة القادمة نخلصوا بسرعة ضللنا تقريبا يعني نص الدوري وحاليا على مباراة ضد دورتمود متل ما شايفين يعني منصير متصدرين معه فاكتبوا لي وين نروح مانشيستا شو الأهداف الحقيقة شو نسوي كتبوا لي بالتعليقات الكل يكتب لاحدة واشترك وفجر زر لايك ودمتم بألف خير